سوف نتعرف اليوم على كيفية حفظ عدد كبير جدا من الكلمات بطريقة تسمى طريقة التفريع وهو كتابة كلمة أو فعل تعرفه واستخراج العديد والعديد منه الأسماء والأفعال منه مثال على ذلك الفعل drink وهو يشرب كلنا نعرف الفعل drink وتحاول استخراج العديد من الكلمات منه تحاول استخراج الاسم فيكون الاسم هو drinkend الشرب الشرب تحاول إيجاد الماضي منه فتجد أن الماضي هو drank شربة ماذا نشرب؟ أحيانا نشرب الماء طيب ما معنى الماء؟ المعنى الماء هو water أحيانا نشرب عصير ما معنى عصير؟ juice نشرب الماء بالفم الفم معناه mouth فبذلك لو تلاحظون نجني العديد والعديد من الكلمات ماذا يوجد في الفم؟ يوجد teeth اللي هي أسنان أسنان teeth عندما نشرب أي شيء ينزل في المعدة ولكن ما معنى معنى معنى؟ معنى المعدة هو stomach stomach حينما نشرب شيء نستخدم يدنا في مسك الكوب ولكن ما معنى يد؟ معنى يد هو hand hand ونحن نشرب نتنفس فالآن يجب أن نعرف معنى التنفس معنى التنفس هو breathing breathing نشرب نخبرج حينما نفعل حينما نفعل حينما نعرف